في الحقيقة أنه يمكن هي عادة سابقة وقديمة في موضوع المشاريع المتعثرة بسبب عدم قهوزية الحكومة في إعداد المشاريع المناسبة التي ممكن أن تقبل قهة التمويل أن تشرع في عملية تمويلها هذا اللأسف إحدى المشاكل الموجودة إلى جانب المشكلة الأكبر والسبب الرئيسي الأساسي هي في البيئة بيئة العمل الموجودة لا يوجد بيئة آمنة بسبب ما تقوم به ميليشيا الحوثي من عملية إرهابية وأيضا على أهلات الانقلاب لكن نحن لا نريد أن نحمل كل السبب هو سبب رئيسي أكيد 100% وكل التعثيرات الآن الاقتصادية وتوقف التنمية بسبب ميليشيا الحوثي لكن هناك أيضا إشكاليات أساسية تمثل في عدم تقديم المشاريع المناسبة تعثر هذه المشاريع يعود إلى عدم جهوزية الجوانب والمؤسسات التي ممكن أن تقدم ما يناسب في ظل هذا التعثر نشاركتنا قبل الإنقلاب ميليشيا الحوثي في عدد من المشاريع مع زملاء مخططين قدموا عديد من المشاريع للجوانب للجهة داعمة وفي مقدمة المملكة العربية السعودية وقامت بالموافقة وهذا يعود بسبب عدم جهوزية الوزارات والمؤسسات بتقديم مثل هكذا مشاريع تقبل التمويل المباشر من قبل الجهات الداعمة هذا للأسف يعني الموجود الاتحاد الأوروبي الآن موجود في الإيمان هو عازف حتى عن تمويل أو زيادة تمويل حتى في القضايا الإنسانية يعني هفت نظري ضعف قدرة البلاد على استيعاب التعهدات الدولية يعني إيه؟ ضعف القدرات هو المؤسسات غير جاهزة بشكلها الكامل عدم وجود خبرها للأسف هو جزئية المحاصصة التي تتم في إطار العكومة هي تسبب مشكلة كبيرة هناك لجنة استيعاب المشاريع وهناك لجنة اقتصادية إضافة إلى الوزارة المختصة كل هذا ولم يستطيعوا أن يقدموا المشاريع التي ممكن أن تقبل هناك دعم مقدم من البنك الدولي ومن الجهة الدعمة في مقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها نتذكر أيضا منحة صندوق النقد الدولي التي قدمت بأكثر من 500 مليون تنتظر هذه المشاريع التي يتم إقدامها والإصلاحات هل تدخل إلى الخزينة اليمنية أو متعثرة وفي معوقات في دخول هذه المساعدات؟ المساعدات موجودة والمشكلة في دخولها؟ نعم هناك جزئية أولا المشاريع التي تمنح من الجهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها لا تشمل فقط المناطق ذات السيطرة للحكومة الشرعية لكن إذا كانت قدمت الحكومة ما يناسب فبالإمكان توقيه هذه المشاريع إليها نفس القصة المشكلة أيضا مع أيضا الدعم الدولي بالنسبة لما يتعلق في البرنامج الغذاء الدولي وغيرها والطلب الحكومي بنقل المكاتب إلى عدن أن تقدم ما يناسب بحيث أن تستطيع أن تستقبل هذه المنح وتستخدمها في داخل الإيماني التهديدة الحوثية مستمرة في ضرب الموانئ وضرب أيضا منصات الموانئ تصدير النفط كل ذلك أمام مطالبات فقط بسيطة وليس هناك قرارات تتخذها الحكومة في هذا الصدد وأيضا الإصلاحات الداخلية يجب أن تكون كبيرة وسريعة بحيث تتعمل عملية الاستيعاد المجر هي رئيسة الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة وقدمت وأنا طلعت على رسالة المجر قدمت أنها ستساعد اليمن في دعمها في داخل الاتحاد الأوروبي المجر ليست لديها الإمكانية المالية في الدعم لكن بإمكانها سياسيا وأيضا كونها رئيسة الاتحاد الأوروبي قادرة على أنها تدعم اليمن مع الاتحاد الأوروبي وزيادة تمويل الأوروبي ما يخص اليمن لكن للأسف هناك أخطاء تستخدم وتأخير مع وجود مثل هذه الرسالة يفترض أن يكون هناك تحرك دبلوماسي كبير في هذا الصدد لكن نجد أن هناك ضعف في هذا الإطار وهذا للأسف هو ما يؤخر عديد من المشاريع التي ممكن أن تقدم إلى داخل اليمن ومن كثير من الجهات المانحة أيضا الاستحقاقات من صدوق النقد الدولي بكثر من 500 مليون في إطار موضوع الدفع التي تقدمها صندوق النقد الدولي الجميع عن حالها لدول العالم بشكل كامل والسيولة التي سيقدمها لكن الإصلاحات بطيئة جدا التعثر في الخبراء الذين ممكن أن يسهموا في تقديم مثل هذه المشاريع أو استعانا بأطراف يمنية يعني ليست في إطار الحكومة ممكن أن يتم الاستفادة منها وأشرنا بهذا الموضوع بشكل كبير لأن المشكلة ليست وريدة اليوم اليوم هناك مشكلة أكبر نعم في ظل الحرب في ظل عدم وجود بأهامنا لكن المشكلة هي تعود من السابق في عملية التعثر لمثل هذه المشاريع بشكل مستمر السبعين مشروع مقسمين هكذا فهمت يعني أصحح لي لو أنا مخطئ فيه واحد واربعين مشروع في مناطق نفوذ الحكومة نعم وتسع وعشرين أو تلاتين مشروع في مناطق أخرى يقصد السيطرة الحوثين مناطق سيطرة الحوثين نعم لأنه ينظر الدائمين إلى اليمن وحزمة المشاريع كغرافية واحدة وليست يعني مقسمة نصفين ثم ليعترفون بهذه التقسيمة بالضبط نعم لكن المناطق التي ممكن أن تستهدف في مناطق السيطرة الحوثين هي قد تتعثر بسبب الضغط والدفع المباشر من قبل ميليشيا الحوثي وتريد فقط وصول الأموال ومن ثم هي ما تقوم بعملية التنفيذ وهذا الأمر مرفوض المشاريع التي لدى الحكومة يجب الإسراع في عمل الإصلاحات المناسبة ونحن نعلم صندوق النقد الدولي للبنك الدولي الداعمين يطالبون الحكومة في بعض الإجراءات الإصلاحية وأيضا تقديم الدعم والتحول من مسألة المطالبة إلى إجراءات على الأرض القرار البنك المركزي اليمني كان جيد لكن بسبب الأوضاع تم تأجيله أو ويقافه لكن يجب على الحكومة تتحرك بعدة مسارات وحددنا أكثر من مسار لها ممكن أنها تضغط على المجتمع الدولي بحيث تنصع ميليشيا الحوثي لتحييد الاقتصاد لأنه من المهم جدا تحييد الاقتصاد وإلا سنرى سعر الصرف العملة ستجاوز بشكل كبير العشر ألف ريال بالنسبة للدولار الواحد طريقة هذه المشريع هل هي مشريع تنموية أم مشريع تعليمية تكلم على مستشفيات على مدارس الإطار المطلوب الآن مع تعثر الحكومة في عمل المشاريع التنموية في الداخل يحتاج إلى تمويل خارجي وبالتالي كل هذه المشاريع الآن من طرقات ومن مستشفيات من إصلاحات أيضا في الموضوع الجانب التعليمي وجوانب تنموية التي ممكن استثمارها في مشاريع تدر الدخل وتشغل العمالة الفائضة الكبيرة التي تضخم العمالة بشكل كبير جدا داخل تليمان وصل إلى 52% هذه الإشكاليات ممكن أنها تحل من خلال العمل التنموي التوجه من عمل إنساني للتنموي هو مهم جدا تقرير ربما صدر في 2017 و2021 أكد من زارة التخطيط والتنمية عن موضوع التحول إلى الجانب التنموي كان مهم جدا لكن يقابل أيضا إعداد المشاريع المناسبة باستيعاب هذه المنح وهو مهم جدا في هذه الخطوة لكن فقط تقديم طلبات لن يجدي تخطيط الجيد وأيضا قيادة البلد بشكل التحول وتقليل عملية التضخم هناك ديون كبيرة جدا على الحكومة الدينة الداخلية يزداد بشكل كبير وهذا سيعثر من التنمية في المستقبل بشكل كبير جدا شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك